حقق لاعب منتخبنا الوطني عمار التميمي لقب بطولة قطار الدولي للإسكواش بعد فوزه في النهائي على القطاري وليد زمان بثلاثة أشواط دون رد في البطولة التي احتضنتها العاصمة القطارية الدوحة وقال التميمي أن هذا الإنجاز جاء بعد فوزه في جميع مباريته في البطولة والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة وشارك بها 16 لاعبا وقيمت بنظام خروج المقلوب